مشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وهنوقف دلوقتي عند دولة عزيزة على قلبي جداً لأكتر من سبب وعشت فيها كتير أكتر من 13 سنة هي دولة جنوب السودان ومعينا النهاردة رئيس مجلس سلاطين الاستوائية الكبرى وأمين مجلس سلاطين دولة جنوب السودان ميستر بيتر أركانجلو أهلا بيك أهلا بيك أستاذ سالي أهلا بيك أعيز أعرف بقى السلاطين يعني السلاطين والسلطان والأسماء دي عايزين المشاهدين يعرفوها أنا بشكرك فرصة جميلة جداً وبشكر السلاطاتكم النهاردة في زوم الأفريقية والسي بي سي وقناة المصرية ده حاجة كويسة جداً عشان أشاف المصر تفهم دولتنا الصغيرة رخم 54 يعني نتحدث عن السلطان أو السلاطين السلاطين طبعاً باللغة العربية بيقوله جامعة يعني كمية من سلاطين أما السلطان أو واحدة صفة السلطان في جنوب السودان ده الإنسان البحتوي كل مشاكلة تحصل في المناطق الموجود فيه في كل مناطق في جنوب السودان لازم يكون في سلطان ليه؟ سبب من أسباب شخص غريب له جاي من برة ما في الدور ما بيفتش أي بيت إلي فتش بيت سلطان بيت سلطان في حنين في الأكل في شراب وفي النية الحل هو الشخص اللي بيستقبل أي ضيف جاي هو اللي بيحل المشاكل يعني هو الكل في الكل زي ما بيقوله كده في القبيلة مش هو الواحد وأكيد فيه ناس مش شعرين معهم وفيه ناس وفيه ناس خطار يعني مش هو القرار الأوخر والأول يعني بيكون معه الناس يعني وكده عشان كده رغم التطور والتكنولوجيا ودلوقتي إحنا في سنة 2021 إلا إن لسه فيه سلطان ولسه فيه عداية والتقاليد وأعراف إزاي ده المبدأ عندنا كيجيون السودان بصفة خاصة وبصفة عامة كلها السلطان ده يعني فيه تلواتي رئيس رئيس فيه سلطان أنا ما أنا أجي رئيس ممكن أقوم فوق سوء ده تقاليد بالتطوير تل الزمن والقرن 21 السلطان بتطول يعني تلواتي شوفني أنا بلبس بطلة زمن كان سلطان ما بلبس بطلة سوء ده بيدلوا بأنه فيه تطوير في سلطان يعني من عصر لو عصر سلطان بتطور يعني أنتوا كم بتطوروا بس بتحتفظوا بالأعراف جس طيب كم عدد سلطان يعني سلطان في جنوب السودان عدد سلطان القبائل الأول إننا 64 قبائل بمعنى 64 سلطان بس تنتوي على حاجة واحدة لازم يكون فيه أليكسون نظام زي رئيسة زي رئيسة لازم فيه رئيس سلطان يونوبا السودان أوكي ده واحد إثنين قدت مسال كإكوتوريا بمعنى يخليم السنتر الكوتاريا أسطوية العسطة وفي الشرق الإسرائي وفي غرب الإسرائي غرب الإسرائي الشرق الإسرائي السنتر الكوتاريا أو الإسرائي العسطة ده جوبا بمعنى الثلاثة الإقليم لازم يكون فيه رئيز واحد تحت الثلاثة ومش مهم إذا كان من قبيلة هو خلاص هو فيه أعراف نوه سلطان على كل ده؟ لازم يكون إكوتاريا في برغزال نفسه كذلك في أعلاني نفسه كذلك في كل ده يعني السلطان كمجلس يعني فيه فرح يعني برغزال أعلاني وإكوتاريا بتلموه في إطار هينتقوا في سلطان واحدة يعني هو مثلا إحنا فيه عشر ولاد في جنوب السودان صح؟ حل تمام طيب، بتقسموهم كأي يعني؟ سؤالك جميل جدا الأشرة ولاد في جنوب السودان في كوترة فيه ثلاثة في على نيل فيه أربعة سبعة كده في برغزال فيه ثلاثة يعني كده عشر ولاد في كل الولاية بتجهل سلطان واحدة أوكي واحدة 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 في كل الولاية بعشرة سلاتين من عشرة سلاتين يختار واحد واحد بس يمثل جنوب السودان كله جنوب السودان كله أوكي ترجمة نانسي قنقر